موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأها بأبرد العنوين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يطلقان الدفعة الثانية من برنامج سكني ويعلنان تخصيص 20.514 منتجا سكنيا وتمويليا للمواطنين موسيقى الناطق باسم البنوك السعودية يرد على كاريكاتير صحيفة الحياة ويستغرب من محاولة التشكيك في الجهود التي بذلتها البنوك لتدليل العقبات أمام تملك المواطن للسكن موسيقى هيئة الرقابة والتحقيق تصدر نتائج تحقيقات في ديون نادي الاتحاد وهيئة الرياضة تشكل لجنة السداسية لتحديد المسؤولية موسيقى 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 أعزائي المشاهدين أحييكم وأرحب بكم من جديد بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم طبعة المشاهد ونبدأ أولى ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة الرياضة حيث أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج سكني بإجمال يصل إلى 20.514 منتجا سكنيا وتمويليا تتوزى على جميع مناطق المملكة وفي ذات السياق ذكرت صحيفة عكاب أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إذ خصصت 66% من المنتجات لمنطقتين رياض ومكة المكرمة مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق بهدف سد الحاجة وذكرت صحيفة المدينة أنه يمكن لأي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري وقبل ما نبدأ بملفاتنا الصحفية ومواضيعنا خليني أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ نايف الحربي الصحفي في جريدة المدينة حياك الله حياكم الله وأنا حقيقة سعيد بالاستضاغة يا هلامك وأيضا من دمام الأستاذ حامد الشهري مدير تحرير صحيفة الوطن حياك الله حياك الله صدق بذلك أبدأ معك سيد نايف كيف رأيتنا والصحف لهذا الموضوع أولا حقيقة الصحف كلها خذت من عواس يعني خذت التقرير من خلال وكالة الأنباء السعودية يمكن جريدة ترياض هي اللي أفردت عنوين كثيرة فيها عنوين تمهيدية وفيها عنوين الرئيسية وفيها عنوين فرعية يعني أعطت يمكن أكثر من الصفحة للتقرير بينها أغلب الصحف اكتفت فقط بالنشر في الصفحات الأولى والتنويه بالصفحات الداخلية الغالب تقريبا يمكن المدينة جابت يعني خذت تقرير عن الإسكان بشكل عام حيث تحدثت أن العام الماضي كان 280 ألف وحدة سكنية العام هذا سيكون هناك 300 ألف وحدة سكنية إذن حنا الآن خلال سنتين فقط 580 ألف وحدة سكنية عدد المنتظرين في صندوق التنمية العقاري تقريبا مليون و500 ألف مواطن ينتظرون حقيقة دورهم في الإسكان منهم 500 ألف صندوق التنمية العقاري وتقريبا مليون تقريبا ينتظرون عن طريق وزارة الإسكان إذن هذه المنتجات أعطتنا حقيقة يعني دفعة للأمام ما كنا نشوف مثل هذه الأرقام في السنوات الماضية خلال 20 سنة الماضية كان الصندوق يعني عدد قليل يعني اللي يتم إنزال إسمائهم أو يتم حقيقة إعلان إسمائهم سنويا أنا عرف أن القرض اليوم 500 ألف ريال لكن هناك نقاط كثيرة وتساؤلات في بعض الدرسات تقول أن هناك 90% من السعوديين يرغبون أن يكون البناء الذاتي بمعنى أنه يقوم ببناء سكنة البناء الفردي وهذه فعلا أثرت كذلك كنا نتمنى من وزارة الإسكان أن 280 ألف اللي وزعتها العام الماضي هل الكل استفاد منها أو هناك تراجعات لأننا للأسف عندنا الآن تقريبا 500 ألف تراجعوا في أيام الصندوق التنمية القالية ما أخذوا قروضهم لسبب عدم وجود أرض لسبب ارتفاع الأراضي هناك تقريبا 100 ألف منهم نزلت أسمام خصص لهم 80 مليار ريال لكن الآن أعيد وتمتق إضافاتهم للأنظمة الجديدة ومنتجات الجديدة خلهم حقيقة وهذه تساؤلات هم دائما يتساءلون يقول حنا بالنظام القديم ليش تحط عليه النظام الجديد إذن وزارة الإسكان عليها حمل كبير جدا وزارة الإسكان ضمن رؤية 20-30 يجب عليها أن ترفع حقيقة تملك من 45% إلى 70% حسب رؤية المملكة 20-30 لذلك نشكر وزارة الإسكان ومع ذلك نطالبها لأن على فكرة يدخل سنويا 250 ألف محتاجين للسكن إذا كان عندك مليون ونصف أو تقريبا مليون و500 ألف يحتاجون إلى سكن حتى لو نزلت سنويا 300 ألف ما رايح تصل للنهاية لأن كل سنة يدخل جيل جديد ونعرف السعودية ما شاء الله عليه عندنا يولد سنويا 600 ألف مولود تصور هذه 600 ألف دولي يعني كم منهم يتجاوزون سن العشرين ويحصلون على الجامعات يحتاجون إلى سكن لو أخذنا نصفهم فقط 600 ألف لو أخذنا نصفهم بعد 20 سنة نلقاهم 250 ألف يحتاجون إلى سكن لذلك نتمنى أن هذه صحيح أنها 300 ألف ونتمنى العام القادم أن يكون 500 ألف وهكذا حتى يستطيع المواطن أن يتملك لأن الحمد الدولة مهتمة تمامك جدا بالإسكان لأن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هي الإسكان هي التملك صحيح أن اليوم العقار في نزول لكن ما وصلنا للنزول الحقيقي اللي يخلي الواحد يغري الواحد يشتري أرض اليوم الأرض ب500 ألف 600 ألف 400 ألف وخاصة في المدر الكبيرة يقول التقريب 66% منهم من الرياض وجئهم مكة سكان الرياض تقريبا 8 مليون سكان مكة 8 مليون وزيادة سكان مكة أكثر من سكان الرياض إذن حنا الآن نركز على مدينتين أصلا هي تمثل تقريبا نصف سكان المملكة العربية السعودية أنتقل لك سابة حامد لأي صحيفة ترجح كفة التمييز في طرح هذا الموضوع تصورنا جميع الصحفية متساوية في الطرح لأنها اعتمدت على البيان المرسل من وزارة الإسكان لا بد أن الصحفة فيما يتعلق في موضوع الإسكان أنها تتجاوز ما يزود لها من وزارة الإسكان إلى إنشاء مواد صحفية خاصة اللغة التي تخاطب فيها وزارة الإسكان العامة هي لغة غير بسيطة فنجد عندما تتحدث الإسكان عن ضخم مزيد من المنتجات والبرامج للسوق هي لا تخاطب المتلقي باللغة التي يفهمها هي تخاطب أتوقع أنهم المطورين أو العقاريين باللغة التي هم يفهمونها المواطن البسيط هو يريد قرض ويريد أرض فهذا هو ما يريده وزارة الإسكان إلى الآن لا تجد المخاطبة المتلقي أو الراغب في الإقراض المواطنين باللغة التي يفهمها نجد دائما أن الخطاب المرسل لهم هو ضخم مزيد من السوق وحدات سكانية شراء على الخارطة برنامج برامج جديدة كل هذه البرامج إلى حد الآن لم تضع على أرض الواقع كل ما يرسل من وزارة الإسكان هو توقع أنه حبر على ورق حتى الآن الوزارة لم تتوسع في موضوع الإسكان لم تحل باقي المشاكل في موضوع الإقراض لم تتوصل مع البنوك إلى آلية تمنع هذه البنوك من استغلال المواطنين حاليا الآن في حالة خوف كبيرة لم تناقشها الصحف بسبب وطأة البنوك السعودية على الصحف الصحف الآن في تصور أنها لا تستطيع توجيه نقد كبير للمؤسلات المالية لأن هذه المؤسلات تمد هذه الصحف بأعداد كبيرة من الإعلانات فنجد أن حالة الانتقاد لم تكن كبيرة للبنوك الآن في أزمة ثقة ما بين المواطنين وما بين البنوك الكثير من المواطنين يعتقد أنه إذا دخل إلى دوامة القروض العقارية والتي تمتد من 20 إلى 30 سنة هو أدخل أسرته في حالة فقر مدة طويلة جدا فأتوقع أن الصحف لابد أن تتجه تبتعد عن ما يطرح من وزاة الإسكان والتي هي شفافة أنا أتصور وأتوقع قبل أسبوع أجتمعنا مع وزير الإسكان في مدينة المام ثم أجتمعنا مع الإعلاميين أيضا في مدينة جدة هي لديها برامج ولكنها تتحدث بصوت عالي ولكن على التنفيذ أتصور أن هناك لديها مشكلة كبيرة أستاذ نايف ما هي الصحيفة الأبرز فنيا في طريقة الإخراج لجذبة القارة بشكل أكبر أعتقد يمكن لا تزعون علينا عشان جريدة المدينة جريدة المدينة أنا شفت أنها أكثر صحيحة لكن ذلك خيوز نعم نعم لا لأن مدينة حقيقها أوجدت مواد من غير التقرير هذه نقطة نقطة ثانية طريقة نشر الخبر أحيانا تحتاج أن نفصلها بشكل أفضل زميلي تحدث أن هذا كل ما نشر هو للمطور العقاري اللي هو رجل الأعمال الهوامير العقارات فعلا المواطن البسيط اليوم يبحث عن مسكن رخيص تحدثوا المرة القادمة والسابقة تحدثوا عن 250 ألف قيمة السكن إلى 750 ألف لكن ما نشوف شيء على الواقع أنت لو تروح للسوق الآن شيء من 250 ألف ما هو موجود إلا إذا كان في قرية نائية عندنا 8 ألاف ما بين قرية ومدينة الكل الحقيقي يطلب السكن الجيد السكن الذي حقيقة وخاصة للإسراء السعودية يعني تقريبا يعني المؤشر الوطني سبعة تقريبا يحتاجون إلى أكثر من خمس غرف أعني بالغرف الآن هي قليلة جدا ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية ومع صحيفة الحياة حيث كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية الناطق باسم البنوكة السعودية طلعت حافظ عن تحقيق زيادة في حجم قروض التمويل العقاري المقدمة للمواطنين من البنوكة السعودية كما استغرب حافظ ما تضمنه الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته صحيفة الحياة ثلاثاء الماضي معتبرنا أنه إساءة في حق البنوكة السعودية وتجني على دورها البناء الساب حامد هل برأيك الكاريكاتير كان نقض بناء وحاول رسام الكاريكاتير إيصال رأي المجتمع في البنوكة السعودية بطريقة ساخرة نعم أتوقع أن الرسم الذي نشور في صحيفة الحياة هو يعبر عن واقع ما يحدث في المملكة الآن في حالة أزمة ثقة ما بين المواطنين وما بين البنوك كثير من الحالات التي مرت عليها السوق السعودية مرورا بسوق الأسهم مرورا بكثير من عملية رقاض الإسكان نجد أن البنوك في كل الحالات هي الطرف المستفيد والمواطن هو الطرف المتضرر لم نسمع في يوم الأيام أن يكون البنك هو متضرر فالبنك هو دائما هو المصيدر وهو لديه الحلقة الأقوى وهو لديه الماسك بزمام الأمور فيما يتعلق بالكاريكاتير أتوقع أن الكاريكاتير هو أسهل طريقة للصحيفة أن تنشر مستوى نقد حاد جدا لأن الكاريكاتير دائما هو مبني على التفسير بعكس المادة الصحفية المادة الصحفية هي تكون معلومة والمعلومة هذه لا يمكن لها التفسير أو التأويل فعندما تتعرض للمحاسبة مثلا أو النقد فتتتعرض إلى نقد بمعلومة معين طرحتها ولكن الكاريكاتير هو مبني على التفسير فيتستطيع أن الصحيفة هي تعلن أو الرسام يعتقد أو يتحدث أن أنا أقصد من خلال هذه الرسمة هذا الجانب أو أقصد هذا الجانب فحتى الكاريكاتير هو يميل عندما يطرح يميل للقراء أو من يشاهدي إلى أكثر من التفسير بناء على رؤية كل شخص نعم جميل أستاذ نايف هل نستطيع استثمار الكاريكاتير لمعالجة قضايا المجتمع بطريقة جميلة؟ بكل تأكيد لكن كل واحد يقرأ الكاريكاتير بطريقة وهذه مشكلة كبيرة جدا أحيانا قد تقرأ الكاريكاتير بصورة سلبية قد تقرأ بطريقة مختلفة وخاصة غالبنا حتى الصحفية يقرأ ولما تسأل الرسام يقول لا أنا قصد شيثان مثل الشاعر الآن يقول المعنى ببطن الشاعر حتى القصيدة حيانا تقرأها والشاعر يقصد فيها معنى وانتفهم معنى آخر لذلك قد يكون المهتمين في هذا الجانب يفهمون بالكاريكاتير لكن أنا استغرب الهجوم على البنوك حقيقة بنوكنا لها دور كبير جدا هي قوة اقتصادية مكاسبها سنويا تصل إلى خمسين مليار ريال سنويا البنوك هي مقرضة ثمانين بالمئة من السعودية مقترضين وأنا واحد منهم كل المقترض من البنوك أنا استغرب أن يأتي مواطن ينتقد البنك البنك تراها استثماره في النهاية لما يعطيك قرض هو يحتاج أنك تعيد لها المبلغ حتى يقوم بإغلاس شخص آخذ ما يتعلق في البنوك البنوك اللي يوم دخلت مع وزارة الإسكان قدمت حقيقة قروض ميسرة وسهلة جدا يعني نسبة ما يأخذ من المواطن نتكلم عن طريق الإسكان ووزارة لكن بعض الناس يأخذ القرض وبعد ما يتوهق وبعد ما يدخل في المشروع بدون تخطيط يرجع ويبدأ ينتقد البنوك على فكرة البنوك عندها قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل القروض طويلة قصيرة الأجل لخمس سنوات تقريبا 580 مليار ريال مقترضين 80% من السعودية مقترضين منها وفيه قروض على العام الكامل هي تقريبا تصل إلى 100 مليار ريال ما بالك بالقروض التي تصل لقروض الإسكان والأراضي وما إلى ذلك تصل إلى 20 سنة تصور بنكي انتظرك 20 سنة ويقدم لك قرض جيد وأن تقبل فيه ليلات و15 ألف و10 ألف و20 ألف يقبل في القرض ويحصل على سكن بعد ما يبدأ يقرض يبغى من البنك أن يخفض له أنا ماني بصف البنوك لكن أنا أجد بنوكنا حقيقة لها إسهام قوي في اقتصاد المملكة ربية السعودية لا ننسى أن السعودة فيها تتجاوز 90% لا ننسى أن بنوكنا حقيقة مجالها في ما يتعلق في ميزانية الدولة والله الحمد لها مساهمة كبيرة جدا رسم الكاركاتير بالشكل هذا أن ننقلل من قيمة البنوك أو نرسمها بطريقة أن البنوك جشعة أحيانا يبغى يقول لك البنك ليش يأخذ مني 10% ليش يأخذ مني 20% ليش يأخذ مني 2.5% من يضغط عليهم هي مؤسسة النقطة السعودي لهذا تنظيم حتى لا يكون هناك إقراص زائد لأن بعض الناس تذكرون القرض لعشر سنوات لكل تهكفي لأنه أخذ القرض وحطه في الأسهم في النهاية خسرت الأسهم وخسر المواطن ورجع ينتقد البنوك نعم أنتقل إلى ساب حامد هل الكاركاتير في الصفحة الآخرة نفس الأهمية من حيث وظيفة يكون جاذبة للقارئ بشكل أكبر إذا كانت في الصفحة الآخرة أو في وسط الصحيفة نعم بس أعيد أحب أعقب على زميل العزيز موقع الخلاف فيما يتعلق بالبنوك أنا أتصور ليس من العدل أن البنوك هي أرباح البنوك هي من دماء أو من أموال المواطنين البنوك غايبة تماما عن المسؤولية الاجتماعية في البلد يا سيد حامد النوك لو تقرأها الآن قراءة حقيقية لو وجدت لها إسهامات اقتصادية قوية جدا في المملكة العربية السعودية أنا لا أقول لا يوجد ملاحظات يوجد ملاحظات لكن ليش حنا ما نراجع مؤسسة النقد هي من تنظم البنوك هي من حقيقة تعلم يقينا كم قرض عند البنوك كم نسبة القروض وما إلى ذلك لذلك المواطنة اليوم يجب عليها يعني وحنا للأسف الشديد أحيانا ناخذ ترى فيه مثل عندنا يقول الدين يقضي على الرزق المقبل حنا مشكلتنا الآن قروضنا ناخذ القرض وطبعا نطلق بكرة وضحت وجهت رأيك ويأخذ ربع الراتب تقريب وضحت لكن أعطي مجال الأساد حامد يعبر عن رأيك تفضل نعم أتفق معاك هي المشرع مؤسسة النقد ولكن المؤسسة النقد لا تدخل في تفاصيل مستوى الربحية هي مشرع من ناحية الأنظمة من ناحية مستوى الإقراض من ناحية السندات من أمور كثيرة متعلقة بالسياسة المالية ولكن تفاصيل المعاملات في البنوك البنوك الآن عندما تحدث يعني تقيم أي عملية تأخذ عليك ضريبة والبنوك أيضا مستوى أرباحها جدا عالية وكبيرة جدا فليس من العدل أخذ مثلا مليون ريال في إقراص سكني وعيده بعد 20 سنة ثلاث مليونين ونص وهذا الموجود الآن في حالة إحجام كبيرة من الشراء في المملكة وأتصور أن السبب الأساسي هو البنوك لو البنوك الآن تعاونت مع وزارة الإسكان وقدمت خدمة مجتمعية لا أقول أنها لا تأخذ مبادغ مالية أرباح تأخذ ولكن في شيء معقول ولا أريد أن البنوك لا تخسر لأن خسارة البنوك هو أساس أصلا يضرب بالاقتصاد المحلي أتفق معك وأخذ المعك ولكن في التقرير على عجالة لو سمح السببين زادت بالنسبة للإقراض عام 2017-7% معنات أنه ما فيه حجام بل أكس فيه زيادة بالنسبة أنه أنهي الكلام في هذا الملف وأنتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحبية مع صحيفة الرياضة حيث أعلنت الهيئة العامة لرياضة أنها تلقت نتائج التحقيق بشأن نادي الاتحاد وذلك بحسب ما نشرته هيئة الرياضة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وذكرت صحيفة عكاب أن وكيل هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات أكد وجود مخالفات مالية بنادي الاتحاد على فترات مختلفة وجاء في صحيفة المدينة أن من ضمن هذه المخالفات الدخول في مساهمات عقارية دون موافقة رعاية الشباب آنذاك وصرف مبلغ لأحد أعضاء الإدارة عبارة عن سدات قروض وسلف مسترجعة والتنازل عن بعض حقوق النادي لأحد الرعاة أستاذ نايف كيف رأيت تقضية الصحف لهذا الموضوع؟ حقيقة طلعت على أغلب الصحف يمكن أجد عكاب هي أفضل للصحيفة تقريبا لماذا؟ لأنها وضحت حقيقة أعطت عنوين وعطت ذا وحتى وضعتها بالأسود بمعنى هي تتحدث عن 11 سنة على فكرة تصور النادي للاتحاد هذا النادي العريق وكننا في السابق على فكرة لم تقتحم حقيقة أجهزة الرقابة لأنديها الرياضية اليوم نجد الرقابة بدأت تدخل للأنديها الرياضية هناك عضاء شراب هناك رجال أعمال هناك دعم كبير جدا لأنديها الرياضية ولكن في نهاية السنة نجد النادي مديون وش الحقوق اللي على النادي هي فقط تعاقدات مع لاعبين الاهتمام حتى رعاية الشباب تهتم بالنادي كمبنى مسؤولية الصيانة مسؤولية مبنى النادي هي رعاية الشباب هي من تقوم بذلك لذلك المصروفات اللي عليهم فقط رواتب اللاعبين وكذلك التعاقدات مع اللاعبين لكن نشوف رجال أعمال وأعضاء أنا أستغرب أن الأندية فعلا كان في السابق الكل يتنافس عليها كنا نتوقع أن يبحث عن بريستيج مثل ما يقولون يبحث عن اسم كشخص كرجل أعمال لكن لن وجد أن يتكسب رجل الأعمال وعضو الشرف من النادي هناك قروض وهناك تسهيلات وهناك وهناك إذن حقيقة اقتحامهم للأندية نتمنى كل أنديتنا أن تحمها حقيقة الجهات الرقابية الرقابة والتفتيش عليهم ومعرفات وإعطاء تقارير مفصلة عن الأندية حتى لا تضيع هذه الأموال لأن أموال كبيرة صراحة والتقرير اللي وصلنا اليوم حقيقة نشكر الرئيس الأهيئة معاية الشباب حقيقة على شفافيته وعلى وضوحه وعلى حقيقة كل أغلب الأندية اليوم وجدنا أن هناك اليوم محاسبة هناك أموال وهناك محاسبة فيجب أن يحاسب النادي أن لا يكون بمنأة وأن يكون ببعد عن الرقابة جميل سادة حامد كيف وجدت تفاعل الصحف مع هذه القضية قضية نادي الاتحاد وأي من الصحف كان متميز أكثر بطره في تصوري أن التمييز عندما يخرج بيان صحفي أن التمييز بين الصحف هو في الجانب التحريح هو يختفي تماما ويلجون إلى الجانب الفني ما أحب أشير له أن الصحف المنطقة الغربية مثلا عكاد والمدينة منورة هي أخذت حيز كبير لهذا النشر بسبب اعتمادة على شريحتها شريحة القراء لديها في المنطقة الغربية وأن عدد كبير من المنطقة الغربية سواء يميلون إلى الاتحاد أو الأهلي فلجأت إلى توسع في هذا البرنامج في هذا النشر تصورنا الصحافة الصحافة الرياضية حاليا الآن لا تعيش حالا من المناكفات بسبب وجود شفافية عالية في الطرح إضافة إلى وجود حزم فيما يتعلق بما كنا نشهده في الفترة الماضية من الأعلام الرياضي في وجود حالات مهاترات وخلافات تصل حدها سواء في الصحف أو البرامج الرياضية إلى السباب فأتصور أن هيئة الرياضة حاليا تقوم بدور حازم فيما يتعلق في ألف الطفل المتضمن الرفع للجهات المختصة حيث يعد ذلك من الإهمال والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم السيد نايف هل تعتقد أن سياغة الخبر كانت مناسبة لأنهم استخدموا مصطلحات شوي غريبة مثل بلاغات ويحيل إلى جهات معينة هل ترى أن هذا شيء مناسب هذه المصطلحات دائما تستخدم في القضايا والجرائم والجنائيات نعم أولا صحيفة مكة حقيقة متميزة دائما تستخدم مصطلحات نحن تعودا عن مصطلحات معينة تستخدمها الصحف لكن الخروج عن المألوف أحيانا يجذب القاري للقراءة كذلك عندما نتحولها إلى شيء جنائي بالفعل لازم تستخدم مثلا حالة الطالب خاصة أن هناك تسربات من بعض الطلاب يتسربون من بعض المدارس وخاصة الابتدائية يدخل سنويا عندنا تقريبا 400 ألف طالب يدخلون المرحلة الابتدائية اللي هو الابتدائي تصور جزء منهم يتسرب لأسباب كثيرة قد يكون بسبب مشكلة بين الزوج والزوجة قد يكون بسبب العنف الأسري الموجود داخل المنزل تحدثوا عن 20% وهذا رقم ليس بالقليل تصور عندك 20% غياب وتأخير وعدم حضور وقد يأتي بملبس غير جيد الافطار وما إلى ذلك في دول الغرب أصلا يعتبر هذا نوع من نوع الهمال يعتبر هذا أصلا من حق الطفل أن يتعلم حتى المملكة العربية السعودية من أولى ابتدائية إلى حتى نهاية الثنوي يجب أن الدراسة فيها إلزامية على الأباء وعلى الأموات والمدارس المجانية والله الحمد والدولة تصرف الطالب يكلف الدولة 20 ألف ريال سنويا أي أن كان في المرحلة الابتدائية ومتصطة وثنوي لكن التسرب الملاحظة اليوم حقيقة يجب فعلا أن تكون هناك وقفة صارمة أن يتصل بالرقم المجاني يعرف سبب الغياب يعرف سبب التأخير إذا كانت الملابس رثة إذا كان الطفل يأتي بحالة بوكا إذا كان الطفل يأتي وقد عنف بطريقة أو أخرى لأن عندنا نسبة العنف موجودة عند الأطفال خاصة بعض الأباء مثل ما صاب بأمراض نفسية وبعض الأمهات أو يكون متوفى أحد الأبوين ويكون عند الإسرة تقوم أحد الأقارب ويقوم برعاية وما إلى ذلك لذلك حقيقة أنا أعتقد أن شيء مؤلم أن يكون عندنا مثل هذه الحالات لكن جزء من العالم لا بد أن يكون نراقب مثل هؤلاء الطلاب والحرص عليهم ما في شك أنتقل إلى آخر قبل ما أختم اللقاء اليوم فيكم مشاهدين بالنسبة لك الساب حامد الصورة التي استخدمتها صحيفة ماكا مؤلمة نوعا ما وفيها رسالة للقارئ بمدى الانكسار للطفل البريء الذي كان من المفترض أن يكون من زملائي على مقاعد الدراسة السؤال ما مدى تأثير استخدام الصور لإيصال الفكرة والموضوع للقارئ حاليا أتصور أن الصحفة أقبلت على نوع جديد منه الذي هو القراءة البصرية بدأت في صحيفة مكة ثم انتقلت إلى باقي الصحف السعودية الآن القارئ أو الصحف الآن لا تجد من يقرأ تحقيقاتها المطولة ولا تجد من يقرأ أخبارها أو مقالاتها الكبيرة فالآن نجد أن كثير منها بسبب التطور التقني والتغيرات في سلوك الحياة وسرعة الحياة فنجد الآن حاليا أن الصحف تلجأ إلى الرسوم البيانية وما يتعلق في الغرافات أو ما يتعلق في ما يسمى في الأي أس أف في بعض الصحف التي تحول الخبر إلى صورة ويسمى هو القراءة البصرية فالقراءة البصرية هي تستطيع انتشارها يكون أسرع قراءتها بيكون شكلها سريع وصول معلومة أيضا بيكون بشكل سهل ومبسط نعم إذا المشاهدين وصلنا إلى ختام لقاءنا فيكم اليوم في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو لسهب نايف الحربي صحفي في جريدة المدينة شكرا لك شكرا لك وأشكر ضيفي من الدمامة لسهب حامد الشهري مدير تحرير صحيفة الوطن شكرا لك وشكرا الأول والأخير لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة